تحت رعاية دكتور علي بن فضل البوعينين النائب العامة انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للانتخابات النيابية والبلدية للعام 2022 الذي تنظمه النيابة العامة في إطار استعداداتها للانتخابات بتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات المتعلقة بالجرائم الانتخابية تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأكثر من أربعة آلاف مشارك من منتسب الجهات التي لها دور في العملية الانتخابية بهدف الإرشاد والتوعية بأحكام القانون بشأن العملية الانتخابية في إطار استعدادات النيابة العامة للانتخابات النيابية والبلدية للعام 2022 عقد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لقاء بأعضاء النيابة العامة في مستهل إطلاق النيابة برنامجا تدريبيا وتوعويا بشأن العملية الانتخابية وأكد النائب العام على مسؤولية النيابة العامة ومهمتها الأساسية في تطبيق الغانون من خلال ما تملكه من صلاحية قضائية من خلال اختصاصها بالدعوة الجنائية وأشار النائب العام إلى دور النيابة الفعال في العملية الانتخابية وبالأخص التحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية كونها معنية بمراقبة سير الأوضاع بقرض أعمال أحكام القانون واتخاذ الإجراءات حيال أي فعل أو تصرف يعد انتهاكا لها السادة عضاء النيابة العامة أرحب بكم في هذا اللقاء الذي رأيت ضرورة في عقده اليوم بناسبة انطلاق البرنامج التدريبي والتوعوي بشأن العملية الانتخابية المزمع جرائها هذا العام وذلك للتأكيد على أهمية دوركم في مجريات هذه العملية فمهمة النيابة العامة الأساسية هي تطبيق القانون من خلال ما تملكه من صلاحية قضائية وبالأخص من خلال الدعوة الجنائية وعلى الرقم أن هذا الأمر معروف لدينا جميعا إلا أنه ينبقي أن توضع في اعتبار الرسالة التي تحملها النيابة العامة من مباشرتها ومهتها فأقراض هذا القانون ثم أهداف النيابة هي حماية الحريات والحقوق العامة والخاصة التي كفلها القانون في هذا الوطن وقد نظم هذا البرنامج بهدف تدريب المعنيين على مباشرة اختصاصاتهم في مواجهة الجرائم الانتخابية لإحاطة المجتمع بما أوجب القانون مراعاته خلال مراحل العملية الانتخابية والإحاطة التامة بالواجبات والضوابط المقررة بالقانون لتجنب ما حضره من ممارسات مخالفة لأحكامه خلال مسيرة العملية الانتخابية انطلقت اليوم أولى ورش عمل برنامج النيابة العامة التدريبي والتوعوي بشأن الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 واللي ضمن عدد من ورش العمل واللقاءات التنسيقية مع الجهات المتصلة بضبط الجريمة الانتخابية لجانب شراك عندنا عدد من الوزارات والجهات والجمعيات ذات الصلة بالعملية الانتخابية وذلك تحقيقاً للوعي القانوني لمنتسبيها من المتوقع أن يستهدف هذا البرنامج بالتدريب والتوعية أكثر من 4000 مشارك في تلك الورش واللقاءات المنعقدة هذا البرنامج جاء بتوجيه من النائب العام نظراً لأهمية الانتخابات كاستحققاً دستوري وللتوعية بالواجبات الضامنة لشفافيتها ونزاهتها والواجبات المفروضة وكذلك المحضورات المنصوص عليها في القانون التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية برنامج تدريبي دشنته النيابة العامة لتعريف المشاركين بالجرائم الانتخابية لما تشكله خطر على سير العملية الانتخابية والتأكيد على دولة المؤسسات والقانون ونزاهة الانتخابات طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحري